السلام عليكم معكم رجل من قناة ورافينز اذا هي عادات وتقاليد وجينات واشياء تعودنا على اننا نشوفها مع المنتخب الوطني المريبي ما يمكنش ما يمكنش الريح وراسنا ونخليه الامور تحت السيطرة والامور بين يديك خصك من ضروري على انك تصعب المأمورية على راسك ودخل راسك في الحسابات المعقدة ودخل راسك في كالكولاتريس يعني للأسف من بعد ما كانت الامور بين يدينا كل شيء غادي في مصلحة المنتخب الوطني المغربي وقبل الماتش هادرت معه واحد صديق ديالي قال لي اربحنا الارجنتين تنظر على ان اوكرانيا ما غاديش القاوم معها مشاكل منتخب يعاني منتخب تصوره على انه عنده لاعب محترف واحد في النمسا لاعب لاجوج لاعب لاجوج المحترفين يعني قال لي على اننا ما غاديش نعانيه امام المنتخب الاوكراني ربحنا الارجنتين قلت له على ان المنتخب المغربي دائما يعاني امام المنتخبات الغير المرشحة وشفنا هذه المسألة العديد من المرات في كأس امم افراقيا تقصينا امام منتخبات ديالصف الثالث والصف الرابع كالمنتخب البنيني شفنا في اخر كأس امم افراقيا كيف تقصينا امام جنوب افراقيا اكيد ربحنا الماتش الول امام المنتخب الارجنتيني ولكن اليوم شفنا صراحة اداء متباين شوط اول اللي كان كارتي على جميع المستويات منتخب الاوكراني كانوا والطرف الافضل والشوط الثاني لما رجعنا وتحكمنا في اللقاء وسيطرنا سجلنا هدف التعادل وتسترد لاعب للمنتخب الاوكراني وظنينا على ان المنتخب الوطني المغربي يسير بخطة تابتة لتحقيق الانتصار التاني على التوالي باش نخليوا الامور بين الدينة وتحت السيطارة ولكن العكس هو الذي حصل نجتنا الفرصة الاولى والفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة الرابعة باش نقتلوا اللقاء والقاعدة المعروفة في الكورة اللي يضيع يستقبل منتخب الاوكراني بعشرات اللاعبين بهجمة مرتدة في اخر التوالي تمكن من تحقيق انتصار بجوش الواحد انتصار قلب هذه المجموعة رأسا على عاقب انتصار خل على ان في هذه المجموعة اصبحت جميع السيناريوات محتملة اربعة ديال الفرق كلهم عندهم ثلاثة ديال النقاط المنتخب المغربي في اخر المقابلة يوم الثلاثة المقبل سيواجه المنتخب العراقي اللي يخسر امام الارجنتين ثلاثة الواحد والمنتخب الاوكراني سيواجه المنتخب الارجنتين يعني الان من بعد ما كنا في صدارة المجموعة بكل اريحية المنتخب المغربي الآن تراجع للمرتبة الثالثة والمقابلة الثالثة امام المنتخب العراقي ستكون مقابلة مصيرية مقابلة لا تقبل القسم على اثنين مقابلة سنكون مطالبين فيها بتحقيق الانتصار ولا شيئة غير الانتصار اذا ما اردنا ضامن تأهل للدور القادم من بعد ما كنا على الاقل وكاكن خرجنا بنتيجة التعادل لعب الموتش الثالث بجوجة الاحتمالات ولا جوجة السيناريوات ممكنة نربحو ولا نتعادلو لا دابا خاصنا نربحو يعني هذه المسألة مفياش نقاش هديجي شي واحد ويقول لي المنتخب العراقي منتخب هاش دفاعيان شفنا المنتخب العراقي اليوم ظهر امام المنتخب الارجنتيني بمستوى جد متوسط غادي نقولك لا كل مباراة كل مباراة والحسابات ديالها كل مباراة والسيناريو ديالها اوول شي شفنا اليوم المنتخب الارجنتيني من بعد ما في اللقاء الأول ندخل medo به مستوى قوي امام ملتخب العراقي السيطرة علي اللقاء بالطول وفي العرض انطهر بأس 3令و 1 وكان بابدقال ارجنتين انطهر بأربعة وخمسة والمنتخب العراقي في المقابلات الثالثة لن يكون جزيلاً لان منتخب العراق لقاءات من الصعب توقع النتيجة ديالة ونحن دائما عندنا ذكريات غير جيدة عندما نلاقي المنتخبات العربية يعني في كأسهم من أفريقيات قصينا تنظر مرتين أمام المنتخب المصري يعني دخلنا رسنا في واحد السيناريو كنا في غناء عنه يعني المنتخب الأوكراني لمنتخب يعاني منتخب عنده دروف صعيبة منتخب ما عندهش محترفين اللي مع هدابه في الأولمبياد يجي وبعشرة دي اللاعبين ينتصر على تشكيله كلها نجوم تشكيله الأغلبية دي اللاعبين محترفين شيء غير مقبول تماما شيء غير مقبول تماما وشفنا على أن بعض اللاعبين على أن بعض اللاعبين ما قدموش دك الإضافة المنتظرة منهم لغاية الآن أنا كرأي شخصي الخنوس ما تقنعنيش مع المنتخب ما تقنعنيش ما تقنعنيش المستوى دياله ودى اللاعب تقريبا نجد 4 سنين ولا 30 سنوى اللاعب مع المنتخب وتنسبعوا لاعب شاب لعب شاب لما نشوفوا منتخبات أخرى عندهم لعبها في عمره 17 و 16 العام وتدير العاجب العجاب نحن نقوموا لعب 21 و 22 و 23 ونقولوا عليه لاعب شاب زلزولي تعطاسوا الفرصة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة لم على المنتخب الأول لم على المنتخب الأولمبي ولكن نفس القصة ونفس السيناريو اليوم لعب رسمي أمام أخو ماش ولكن ما قد مناش ذاك الإضافة أكيد على أن في الشوط الثاني كان أفضل من الشوط الأول ولكن تبقى لعبه لعبه تيطغى عليه الطابع الفرضي أكتر من الطابع الجماعي المدرب تغييرات متأخرة هضرنا قبل الأولمبياد وقلنا على أن تغيير ديال المدرب ديال المنتخب كان في وقت صعب وسكتيوي ما تعطيتوش الفرصة كاملة باش يتعرف على اللاعبين ولكن هذا لا يمنع لأننا نهضره على بعض الأشياء السلبية اللي كانت في اللقاء ديال اليوم أنت نشوف على أن المدرب تأخر في تغييرات اللاعب أخو ماش مدام المدرب تخلوه يعني يرى واجد ولا نصف واجد نقول حنا ما واجد 100% إيا ما تدخلش في دقيقة 87 ما شيف في دقيقة 87 دخلوه في دقيقة 75 خلي عطيه واحد لفانسان كمينو 25 دقيقة يلعبه أشفنا الحكم زاد 10 دقائق لعبنا حتى الدقيقة 100 يعني في 75 يلعب تبرك الله 25 دقيقة دقيقة 77 87 ما تنتظر من اللاعب زلزولينا تشوف على أنه طول في المارش كان من أسوأ اللاعبين في اللقاء عندنا حريس كبير في المارش دياليوم لو لا المحمدين كل نصف تقبله 3 أو 4 ديالأهداء الدفاع ديال المنتخب المغربي في الأولمبياد دفاع شوارع دفاع كاريتي بكل ما تحمل الكلمة من معنى غجي شو واحد يقول لي لأن العديد من الأعمال الأساسية ما كيناش الأندية ديالهم ما صرحات لهم شباش يجيوا يلعبهم على المنتخب ولكن هذه الوضعية يجب أن تأقلم معها يجب أن تلقى الحلول يجب أن تلقى المنظومة وإن أن نشوف على أن المنتخب المغربي لغاية الآن تيطغى عليه الطابع الفردي كثير من الطابع الجماعي موهوب يدخل مكان رحيمي يرجع الرحيمي موهوب يدخل مكان رحيمي وللأسف موهوب نفس المشكلة التي لديه مع الراجع نفس المشكلة التي لديه تحددت عليه وشكرت في هذا اللاعب وقلت عن أنه تصبر عليه وتعطاله فرصة ولعب شاب وللإشارة لعب موهوب انتقل دينامو موسكو الروسي تقريبا قيمة صفقة 1.8 مليون دولار ولكن موهوب دائما تدفه دياله لأنه محتاج جلج ثلاثة ديال الفرص باش يشجل هذا والمهاجم القناص هو الذي يشجل من أنصف الفرص ولا من الفرصة الأولى رحيمي تنشوع لأنه دار لعلي رحيمي لما خروج تأثرنا لغاية الآن والهدف التاريخي للمنتخب الوطني المغربي في الأولمبياد مناصفة مع أحمد فرص ثلاثة ديال أهداف رحيمي هنانا واحد لمشكلة ديال ضربات الجزاء كنا نعانيه لما كنجي ضربة الجزاء كان يحطوه يدينا على قلبنا باشيكون غايت تيري غادي نضيعه دابجة وهجوجي البيلانتيات ماركاهم وبكل سهولة رحيمي درنا وصعب علينا وسهل علينا الماج تسبب في ضربة الجزاء وتسبب في طرد المدافع وسجل هذا في تعادل وبالرغم لأنه رحيمي ستكون تعرفوا لأنه في الشوت الثاني كمل اللي قائوة وموصاب تعرض الإصابة في الشوت الأول تعالج وعود تخرج وتعادل وبالرغم من هذا كمل اللي ماج وشفنا لأنه رحيمي لما خرج خرج متأثير بالإصابة ودخل مكانه اللعب موهوب موهوب علينا نشوف على أنه جاته الفرصة جاته الفرصة باش يسجل هذا الثاني ولكن كيف ما قلت موهوب خلصوا يخدم على الفينيشين خلصوا يخدم على اللمسة الأخيرة بعض اللاعبين للتاني ما زلتن هدروا عليهم ونقولوا عليهم لعبين شاباب رخصهم يحيدوا هاد الفكرة مراسهم رعا 21 عام رعا 22 عام رعا 22 عام رعا 22 عام رعا 22 عام دابا اللاعب شاب وليف عمره 16 و 17 العام و 18 العام هذا وليمكلك تقول عليه لعب شاب ولكن تقول لي الزلزولي نفس 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 الأخطاء نفس العجين بالرغم على أنه في الشوط التاني كان أفضل من الشوط العول ولكن ما شي هو ذاك المستوى اللي معاولين عليه ما عودش أخو ماش تبني 50% هنا نشوف على أن السكيتيو انت عندك أخو ماش كتريحوا المقابلة الثالثة إيا لكن ما وجدش ما تدخلوش قعد كتريحوا المقابلة الثالثة إما دخلو في الشوط الثاني على الأقل أعطيوه 30 دقيقة ولما دخلوش عموما يعني ما تش عن دخلو رصنا في الحسابات المعقدة كالكولات ريس عو تاني صنا ربحو هذي للأسف هزيمة صراحة هزيمة قاسية هزيمة في الأنفاس الأخيرة تصعد من المأمور يدينا نبغي نعرف الأراء ديركم المستوى لقاء الأداء المدرب السكيتيوي وأيضا المقابلة الثالثة واشكات شاطروني الرأي على أن ستكون مقابلة مصيرية ومقابلة صعبة ولن تكون سهلة أمام منتخب عراقي ما غديش يطيح الديب سهولة وغديحاول على أن يخلق لنا متعب كثيرة كان معكم رضا من قناة ورا فانس سلام ورا